ده يونج مين مرتبط ببنت اسمها مي يونج من 4 سنين والنهاردة قرر انه يطلب ايدها للجواز فبيكلمها عشان يتقابلوا وبيقول لصاحبه انه هيتجوز بس كلهم بيبقوا معترضين وبيقولوله هتعمل في نفسها كده ليه بس وبيفضلوا يكرهوا في الجواز بس هو خلاص خد القرار وبتيجي مي وعينها منتفخة من كتر العياط لانها فاكرة ان يونج طلب يقابلها عشان ينفاصله ولما بتقابله بتحس كده من كلامه في الاول وبتفضل تعيط بس بعدها هو بيقول لها انه عاوز يتجوزها وبتوافق وبيعملوا فرح وبيقضوا شهر العسل وهما مبسوطين وبيبقى الحب وولع في الدرة طبعا وبيجي اول يوم ينزل فيه يونج الشغل وبيفضل طول اليوم يكلم مع التليفون وضحكته من الودن دي للودن دي وفجأة بيلاقي قدامه انسى السعبان قصدي سيونج هي صاحبته زمان جاية تخلص منه ورق بعدها بيتمشه سوا وبتقولوا انها لسه فاكرة الشعر اللي كان بيكتبه حفظاه وبتطلب منه يخرجه يوم الجمعة انما لو هيدايق مراته بلاش طبعا فبيقول لها لا طبعا احنا بنحترم خصوصية بعض وبيتقابلوا يوم الجمعة وبيكون معاهم اصحابهم وبيعزمهم يونج عنده في البيت وبيقولهم ان مراته طبخة شطرة جدا وبيتصل بمي يقولها تطلب اكل بسرعة وبتقف مي تستانى الدليفري وبتتفاجئ بيونج وصحابه جم قبل الاكل وبيعرف يونج اصحابه على مي اللي بتقول لسيونج كنت فاكراكي لما اخذها راجل اصل يونج بيقول عليك دايما مستر جلة اصدي زي اخو بعدها الدليفري بيجي ومي بتتقفش بعدها بيدخلوا ياكلوا بيكركبوا الدنيا وكل واحد بيغني وبتكون سيونج صوتها حالو جدا لانها مغنية بعدها بيجي دور مي فبترفض بحاجة ان صوتها وحش لكن ما سيونج بتقول سيبوها على راحتها بتقولهم طب تمام يا جماعة هغني وبيكون صوتها واحش جدا والكل بيدحك عليها فبتتدايق ولما بيمشوا بيحاول يونج يصالحها بس بتطردهم القوضة فبيقولها هو حل واحد اللي بلجأ له في المواقف دي وبيروى البيت وبيخسل الموعين ولان مفتاح قلب الست غسيل الموعين لما بتصحى مي وبتلاقيها تغسلت بتجيب ليونج هدومه وهو بيستحمى فبيكتب لها على باب الحمام انه بيحبها وبيتصالحه بعدها بيفتكر يونج كلمس يونج عن الشعر فبيرجع يكتب قصائد تاني ولما بتشوفه مي بتتدايق لانه ولا مرة كتب لها رسالة حب تاني يون بيروحوا مع بعض السينما وهناك بتشوف مي واحد كان زميلها في اكاديمية الرسم اسمه جون سو وبتسلم عليه بعشم وبتقف معاه وبيروح يونج يجيب تذاكر السينما وبيسمعها وهي عملة تهزر مع جون وبتتكلم عليه بطريقة وحشة بعدها بيدخله السينما وبيكون جون قاعد قدام يونج اللي بيفضل يضايقه وبعد الفيلم بيروح يونج مع مي ياكله وبيكون متعصب جدا ونفسه يحط راس مي في طبق النودلز اللي قدامها وتاني يوم بيخرج يونج مع صحابه وبيفضل يقطع في فروة مي معاهم في نفس الوقت مي بتبقى في البيت وبتكلم صاحبتها تشتكلها وبتقطع فروة يونج لحد ما الدنيا بتمطر فبتقلق عليه وبتاخد شمسية وبتروح له وبينسى الزعل وبيروحوا سوا هم مبسوطين بعدها يونج بتجيله حالة كده وبعدها بتتصل مي بي وبتقوله انها هتبت عند مامتها ولما بيجي بيروح بيقابل سيونج وبيروحوا يتغدوا سوا بيقول لها انه معجب بيها وبيروحوا على بيتها سوا بس بيكلمها على اساس انها مي فبتتدايق منه وبتخرج من القوضة فبيقوم يمشي ولما بيروح بيلقي سيونج بعتاده رسالة بتقوله ينسوا اللي حصل ويفضلوا صحاب أحسن فبيقول انه عندها حق وبيمسح الرسائل تاني يوم لما بترجع مي البيت بتعرف من صحبة البيت اللي قاعدين فيه ان يونج راجع متأخر وكان ساكران ولما بتطلع مي وتسأله بيقول لها انه راجع بدري فبتسكت وبتعرف ان في حاجة غلط يونج بيعملها تاني يوم بتكون مي في أكاديمية الرسم والمدير بيطلبها وبيعرفها على واحدة اسمها يو أن يونج جاي عشان مي تساعدها في حاجات في شغلها فمي بتقول انها تعرفها وانهم كانوا سوا في الجامعة وبيعودوا يتكلموا وبيجيبوا سيرة شوي سيونج الاكس بتاع مي واللي يور طبطت بيه بعدها وبعد فترة سابته برضو لكن مي بتقول لها انها قصة وخلصت لكن يوب تعرض عليها يروح المسرحية بتاع تشوي بس مي ما بتوافقش ولما بتروح بترجع في كلامها بتعمل سرشة عند شوي وبتقرر انها تروح وتحجز تسكرتين وبتتشيك وبتلبس اللي على الحبل وبتفضل تتصل بحد من صحبها يروح معايها لكن كلهم بيكونوا مجغولين فبتقرر تروح لوحدها وبتروح تعمل شعرها وبتحضر المسرحية ولما بتخلص شوي بيسالم على المعجبين بتوعها بس مي بتفضل وقفة بعيد لحد ما تشوي بيشوفها فبيسيب المعجبين وبيروح لها بس هي بتجري منه وبتستخبه وبتفضل تجري لحد ما بتروح مكان ألعاب الأطفال وبتلبس راس الدب دوب بس هو بيعرفها برضو بيروح لها ولما بتشوفه بتعمل نفسها مستغربة فبيسألها بتعمل ايه هنا بتقوله إنها شغالة هنا فبيقول لها طب عظيم هشوفك كده كتير فبيتقول له سكت مش أنا استقلت وبيعودوا يتكلموا وبيقول لتشوي قد إيه هي لسه جميلة وبعدها مناخرها بتنزف فبيحط لها قطمة بسرعة وبيعودوا يفتكروا ذكريات لهم سوا بس تشوي بيبقى ناسي معظمها بعدها بيديها الكرت بتاعه وفي رقمه وبتسلم عليه وبتمشي وبتروح ليو وبتقولها إنها ترجع ترسم تاني عشان تشوي شجعها فيو بتقول لها إن ده مش حقيقي وبتفكرها بمواقف حلوة كتير يونج عملها معاها فبتتصدم ميل إنها بتكون فاكرة إن تشوي هو اللي عمل معاها المواقف دي وبتفهم ليه تشوي ما افتكرش الذكريات دي لما قلت هاله من شوية وبعدها بتروح وبتتيب الكرت بتاع تشوي في التاكسي وبتدخل بتلاقي يونج بيحضر العشاء وبيسألها تأخرت ده كله ليه فبتقوله إنها هي وصحبتها تغدوا سوا فبيسألها كانوا لوحدون ولا لأ فبتتدايق من سؤاله لإنه بيشك فيها اللي هو ما إنت عندك حق بس ليه شك وبتقوله طب تعال لي بقى كنت مع مين يوم ما كنت سكرون وبيشدوا مع بعض جامد وبتدخل الحمام وبتفضل تعيط فبيروح وراها وبيحاول يهديها وبيلاقي مناخرها بتنزف فبيوقف لها النزيف وبيحضنها وبيشيلها وبيطلعها من الحمام وبعدها بيفتح اللاب وبيشوف إن مي عملت سرشة عند شوي وحجزت له التذاكر وبعدها بينزل يجيب شوية حاجات وهو راجع بيقابل صاحبة البيت وبيسألها هو الستات ما بتنساش حبها الأول فبتقوله إن الستات ما عندهاش حاجة اسمها الحب الأول واللي بتفتكره هو ذكرى الراجل اللي هي معاد الوقتي بعدها بيطلع يونج البيت وبيتكلم مع مي وبيسألها عند شوي وسبب انفصالهم وبتستغرب هو بيسأل ليه فبيقولها يمكن يطلع بفكرة القصيدة جديدة فبتقوله عشان حب بنت تانية وبعدها راجع ليونك وانت حبيتك فبيبتسم يونج وبعدها بيعرض عليها يروحوا يقضوا يوم الأجازة اللي جاي في أي حتة سوا وتاني يوم بيروح يونج الواحد اسمه كام وبيكون كام ده هو الشعر المفضل ليونج وبيوريله يونج القصيد اللي بيكتبها وابتعجب كام جدا وبيقوله إنه هيرشحه ياخد جايزة الشعر الحديث ويجي آخر الأسبوع وبيسافر يونج ومي سوا وبيجيب لها سلسلة هدية على أساس تفرح بيها وكده بس هيرمونات النكد لا حدودة لها وبتنكد عليه عشان المفروض يعرف إنها عندها حساسية من المعادن بعدها بيروحوا على الشط وبييجي ليونج مكالمة وبيعرف إنه أخد جايزة الشعر الحديث فبيفرح جدا وبيفضل يتنطط هو ومي وبيقض وقت لطيف مع بعض وبعد ما بيرجعه من السفر بيروح يونج الكام اللي بيعزمه على الغد احتفالا بالجايزة وبيكون كيم باين عليه إنه تعبان تاني يونج بيكون حفلة استلام يونج للجايزة وبيفضل يحضر هيقول إيه وما بيكونش عارف بس مي بتساعده وبتلبسه كمان وفي الحفلة مي بتكون قاعدة جنب يونج بس حد بيجي وبيطلب منها تقوم لأن التراويزة دي للناس اللي هياخدوا الجايزة بس فبتقوم وبتقوم وبتقعد بعيد وبتبقى متضايقة جدا لإن يونج مداش أي رد فعل وكمان بتلاقي سيونج موجودة وعمل تكلمه بعدها بيطلع يونج يستلم الجايزة وبيتكلم وبعد ما بيخلص سيونج بتحضنه فبتتدايق مي أكتر وبتطلع برا وبتطلع وراها سيونج وبتحاول تغزها أكتر فمي بتهزقها وبتمشي تاني يوم بيجي ليونج خبر وفاة كيم فبيروح على بيته وبيبقى زعلان جدا وبياخد الكتب بتاعته معاه عشان يحتفظ بيها وأول ما بيرجع البيت مي بتسأله على دكتور لأن معدتها وجعيها جدا بس هو ما بيكونش مركز من الحزن ولما بيجي وقت الأكل ما بيرضاش يأكل وبتقوله مي تاني على تعبها بس برضو ما بيكونش مركز وبالليل بيخرج عشان يشتري شوية حاجات وبتكون مي نايمة على الكنبة بتتقلم بس هو ما بياخدش باله وبيلاقيها طلعت الكتب اللي جابها برا البيت فبيتدايق وبيفضل يزعق وفي الآخر بيمشي فبتتصل مي على ممتها وبتاخدها توديها المستشفى وبتكلم مين يونج فبيروح بصرعة وبيفضل يعاية طويلهم نفسه والممردة بتقوله ان مي عندها أورام لي فيه على الراحم وهتعمل عملية بعدها بيشوف مي وهي على الكرسي وممتها موديها للأوضة فبيروح يزعق الكرسي هو بس مي ما بترداش وبتزعق العجل بتاعه هي فبيروح وراها الأوضة وبيحاول يعتذر لها بس هي بتقوله انها عايزة تطلق فبيقول لها نتكلم في الموضوع دي بعدين وبيطلع برا الأوضة بس بيفضل قاعد في المستشفى لحد ما بيفتكر ان فيه شغل لازم يخلصه فبيروح البيت وما بيكونش متعود على غياب مي لدرجة انه بيناديها وبعدها بيستوعب انها مش موجودة وبيفتكر أول مرة خرجوا فيها سوا وبيدخل على صفحتها اللي بتكون منزلة فيها كل ذكرياتهم سوا وبيفضل يفتكر وتاني يونج بتشوف مي يونج هو طالع في التلفزيون وبيتكلم عن كام وازاي وفاته مقصدر عليه فبتعرف هو ليه ما كانش مركز معيها وبتقعد هي كمان تفتكر في ذكرياتهم سوا وبعدها بيروح لها يونج وبيعتذل لها تاني وبتسمحه وبيقول لها انه بيحبها فبتقوله انه قاعد كتير قوي على ما يقول لها بس مش مهم فبيوعدها انه هيكون أحسن معيها وبتمسك ايده وبتنام على كتفه وبيبقوا صافيا لبن حليب يا اشطة وبيعدي الوقت ومي عملت العملية وحياتها هي ويونج تحسنت وخلفه كمان وحياتهم بقيت أحسن ما بطلوش خناء صحيح لكن عرفوا قيمة بعض وبقوا يتصلحوا دايما وبينتهي الفيلم بصاحب يونج اللي كان دايما بيشتم في الجواز وهو رايح يتقدم لبنته عادي جدا